دكتورة على مدار الأيام اللي فاتت تبعنا القمة العربية وما يحدث بها ومبارح ظهر البيان الختامي تعليق حضرتك على البيان الختامي لهذه القمة هو طبعا البيان الختامي مهم جدا أنه كان لازم يشير إلى أليات التعامل يعني فكرة المؤتمر الدولي لعملية السلام في الإقليم والجزء الخاص مرتبط بالقضية الفلسطينية التأكيد على السوابط العربية بمعنى أنه السلام خير استراتيجي للإقليم ولكل الأطراف الإقليمية والتحذير طبعا من استمرار الأوضاع في قطاع جزة والممارسات الإجرامية اللي أمت بها إسرائيل في القطاع فبالتالي كان فيه سوابط معينة ربما تجاوزت الأطر التقليدية في البيان الختامي الدكتور محمد ودي نقطة مهمة جدا التركيز على فياغة البيان نفسها يمكن اللغة المستخدمة يعني الأول مرة نسمع كلمة إبادة جماعية مثلا كانت ظهرة جدا في مصطلحات يعني حقول لحضرتك وكانت في مفارقة أن المحكمة العدل مبارح كانت طبعا كما تعلمي حضرتك كانت مبارح والنهاردة نهاردة ستبقى الدفوع الإسرائيلية فالقمة في البيان الختامي لمحت وأشارت إلى هذا الأمر بصورة كبيرة الموضوع الإبادة طبعا خلينا نحط المصطلحات في السياقة دكتور محمد يعني التأكيد على أن ما تقوم به إسرائيل مرفوض على المستوى العربي التأكيد على أن هناك تهديدات إقليمية تهدد النظام الإقليم العربي ففي سوابة حضرتك بتتعامل معها في إطار حرص القادة العرب على نقل رسالة إلى الأطراف الأخرى يعني كانت تأكيد في معظم تحليل مضمون أو محتوى مضمون كلمات رؤساء الوفود واضحة ومباشرة يمكن كان كلمة السيد الرئيس أيضا كانت هي مركزة جدا نقاط محددة حدد سيادته فيها الأولويات رفض مصر موضوع التهجير والترانسفير والترحيل والتسكين تأكيده على السوابة المصرية في التعامل نحن لن نقبل بأنصف حلول حيبا فيه تأكيد على التعامل مع المهددات والمخاطر في الإقليم اشتركوا في القناة